والكلمة الآن للأخت الفاضلة العضو لولوة ياسين الشمري فلتتفضل بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يسرنا أن نقدم لكم بعض المعوقات التي تعيق سير الطالب الكويتي ونتمنى أن تأخذ من قبلكم بعين الاعتبار واحد تتابع الاختبارات التحريرية سواء قصيرة أو فترية أسبوعين وأنا أمتحن امتحانات قصيرة وراء بعض وبعدها راحة يوم أو يومين بعدها امتحانات فترة ما في راحة بينها كلش إلا يوم واحد أو يومين وبهالفترة هذه أنا أسلم مشاريعي أسلم تقاريري أسمع أبيات أسمع أحاديد ما في راحة أثنين إلقاء دمج ورقتي العرب والإنجليزي في ورقة لكل منهما لهاتين المادتين الامتحان اللغة العربية واللغة الإنجليزية يمتد إلى ثلاث ساعات إلى ربع وأنا متشنجة على الكرسي وأصل لين التعبير أو القطعة ما أقدر أحل علما أنه أكثر درجة على القطعة والتعبير أنا أصل عندها ما أقدر أحل 11 صفحة هذا أقل شيئين الامتحان ممهم يكون 11 وال12 وال14 أهم شيئين الامتحاني سهل ولكن ما في سهولة بالامتحان ولا عددين ثلاثة بقاء الطلاب في المدرسة بعد الاختبارات الفترة الأولى والثالثة أنا أي مواصلة أي تعبانة خصوصا أن الفترة الأولى والثالثة ما في قبلها فترة نقدر ندرس فيها بسرعة تذي امتحانات فترة الأولى والثالثة وما يخلونا نرد البيت ندرس حق المادة اللي بعدها لا يخلونا نكمل لنهاية الدوام ولما أمتحن وخلص الفترة الأولى والثالثة أتين معلما من المواد العلمية سواء رياضيات أو أحياء أو فيزياء تضغط عليه أربع حصص وان بنفس المادة أربع حصص وان بنفس المادة هي تضغط على نفسها مسكينة بس عشان تشرح لي وأنا يا يمواصلة وتعبانة تضغط على معلوماتي أرد البيت مادر هي شنو قالت أرد أدقل على مدرس خصوصي وهي ترد البيت تعبانة لا أيا استفادت ولا أنا استفت وغير تشري أرد أدرس حق المادة اللي بعدها يعني أنا أكرف من سبعة صبح لواحدة ونص وأرد البيت هم أدرس أدرس ليل بالليل يعني وقت كل دراسة أنام وأقوم هنا الكتاب عند دراسي ليش أهني بالكويت أهدم نفسك عشان تبني مستقبلك مع الأسف كل شي يصرخ بوجه الطالب قائلا له ولن تنال على ما تطمح قرارات تعسفية اختبارات مناهج حتى الوزن النسبي اللي ضايقتونا في الكورس الأول اللي حطتونا حتى بعاشر ما عدلتوا لنا الشهايد اللي حين فيها وزن نسبي نطالب أن تعدلوا لنا شهايدنا مالات عاشر بس عدلتوا لنا الفترة الأولى ما عدلتوا لنا الباجي إحنا كبشر وين راحتنا إذا أنا أنام وأقوم ويهي بالكتاب أفكر ببعدين خايفة بنسبة لأننا عندنا هنا نظام تراكمي طبعا امتحانات وراء بعض وضغط وغير تشديد عند اختبار القدرات أهم يكونوا بوقت امتحانات بعد يعني أدرس حق القدرات حق الجامعة ولا أدرس حق امتحاني شنو أسوي رابعا أخطاء لغوية فاضحة لما تدخل عليه معلمة جيولوجيا تقول لي شط بي فقرة كاملة وكتبي معي فقرة ثانية لما تدش علي معلمة فيwort تقول لي كتبها القانون مو موجود بالكتاب بس أنت مطالبة فيه إشلون أنا مطالبة فيه وين مو موجود بالكتاب لما تدش علي معلمة رياضيات تقول لي المسألة موجودة بس السؤال لا يوجد لما تدخل معلمة ثانية وتقول لي حفظي نفس مو خطأ بس حفظي عشان ك Schulen حطلة جيط matching لأنه موجود بالكتاب بالذان أنا أحفظ شي غلط شنو راح استفيد تعلموني الغلط، كيف سوف أستفيد بعدين؟ هنا هذا يشتت الطالب وتتلخبط عند الأفكار والمعلومات آخر شيء استخدام الآيباد والصبورة الذكية معظم مدارس قاموا تطبقها القانون وهذا عشان نخفف الحقيبة نحن مستعدين نشيله وشنو ما تابون؟ تابون نشيل الصخر نحن مستعدين نشيله ولكنوا تضمنون مستقبلنا ما تضمنونه وامتحان القدرات بعد هذا كل اللف ودوران عشان نحن ما ندش الجامعة كل شيء عندكم أن نحن ما ندش الجامعة والدولة وطولة بعرض مقادرة تبني جامعة وجمعات تجارية قاعدت نبني مقادرة تبنون لنا جامعة الشدادية كم سنة صار لها؟ هلين حين ما نبنت؟ في الأخير أحب أقول أن النفط أنتم كل اعتواتكم عن النفط بس النفط ما راح يدوم نحن اللي دائمين ونحن قاعد نواصل ليل ونهار وقاعد نتعب عشان نخدم طموحاتنا بالنهاية نخدم هالبلد ولكن كل شيء ضدنا وشكرا